كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فاجئ اللعيبة النهاردة في التمرين وقال لهم كلمتين قال لهم البطولة دي مش هتكون صعبة على الجيل اللي حقق البطولات دي كلها وان انا مستمتع باللي انتوا قدمتوه في مباراة الوداد مبارح وان انا ببارك لكم وبشكركم وبحييكم وان الادارة والجمهور كلهم ثقة ان انتوا تعدوا وان انتوا تكسبوا وان انتوا ترجعوا بالبطولة ال 11 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله وقال لهم ان المباراة اللي على ملعب محمد الخامس دي على الجيل ده مش هتكون صعبة الجيل اللي خد بطولتين افريقيتين في اخر 3 سنين مش هتكون صعبة الجيل اللي خد مدليات في كأس العالم مش هتكون صعبة الجيل اللي الناس عارفين انه ده من افضل الاجيال على الاطلاق في تاريخ النادي الاهلي وايضا محليا وافريقيا مش هيبقى صعب عليه وقال لهم تركزكوا يكون في المرعب بس ما تتشغلوش بحاجة تانية خالص عندكوا تسعين دقيقة عشان تحسموا عشان تاخدوا البطولة وده في ايديكوا والبعض حيحاول يصور لكوا غير كده لكن الحقيقة ان انتوا بتلعبوا في المغرب وانتوا كاسبانين وانتوا حالتكوا جيدة وان انتوا ان شاء الله عندكوا اكتر من سيناريو واكتر من فرصة ما تخشوش في الحروب النفسية ما تخشوش في الضغط العصبي لا قبل ولا اثناء المباراة لانه في امور بتمارس دائما على الفريق فاحنا عايزين نخرج ونبقى وعد عنها تماما ده كلامك ده كلام الكابتن الخطيب وده جزء من تدريب النهاردة هتلاقي الروح حلوة والدنيا جميلة والناس دي ما لعبتش لكنها تمام التمام مبسوطة فرحانين جدا سعداء جدا بالانتصار سعداء جدا بالفوز سعداء جدا بانه الحمد لله اللعيبة كلها سليمة كلها تمام التمام كله 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 تمام كله تمام بقون الله باذن الله يا رب باذن الله بالتوفيق عايز اتكلم تاني على مباراة الاهلي والوداد بالامس مش عارف بعد كده ملماتش خلص وبعد شوية بعد ان واحد خد نفسه قلت ما تيجي يد تعكس السيناريو يعني ايه نفترض يعني نفترض انه الوداد كان متقدم واحد على الاهلي في مصر وبعدان الاهلي نجح في التعادل ونجح في قلب النتيجة الى فوز اتنين واحد كان هيبقى شكل جمهور النادي الاهلي عمل ازاي كانت بقى مشاعره عاملة ازاي ما هي هي نفس النتيجة اتنين واحد ساك من الاهلي ضيع فرص ما كان الوداد برضو ضيع فرص لكن ساك الاهلي قدم مباراة طيبة كممكن يكسب اكتر او كممكن يحافظ على نتيجة اتنين صفر وده كان اماننا كلنا لكن هذا ما حدث النتيجة خلصت اتنين واحد السؤال هو انت رايح المغرب خسران هو ليه البعض وان كانت الحمد لله النغمة دي بدأت تقل بسرعة ليه البعض مصور انه الاهلي رايح المغرب خسران يعني خلاص ان البطولة خلصانة يعني ليه البعض شايف انه هزمت الاهلي في المغرب حتكون عادية وده صعب جدا ان الاهلي يخسر في مباراة العودة صعب جدا انا بقول لحضرتك انا واحد من الناس طول عمرها قلوقة يعني مثل بقي في قورة اقول لحاكة محيدي بنالتي ولا مش حيدي بنالتي اقول لها مش حيدي مش حيدي بعدين ايدي بنالتي هيحسب ل النساء واشحسب لنا اقول مش حيحسب بعدين ايدي يحسب الهدف فانا من الناس اللي هي دايما ايه بتبقى عندها حتة العلق دي يعني لكن انا كسبان كسبان في النهائي جميل انا معايا حاجة في ايدي يعني احافظ عليها لا محافظ عليها ده مهمة اوär كلام الرسالة بولا دي مهمة جدا خلي بالكم منها نمرة اتنين بامانة شديدة جدا يعني انا اللي بعلق على سلوكيات ولا واحد شاور اشارة خارجة من المدرجات ولا حاجة وشفت المباراة لحد اخرها وبعد اخرها وشفت كوالسها وكل حاجة فرقة الوداد منذ ان وطأت اقدامها الى مصر عملت افضل معاملة وده الواجب وده الطبيعي وده العلاقة اللي بنا وبن اخواتنا العزاء ليس في المغرب فقط ولكن في كل العالم وخصوصا عالمنا العرب وده باعتراف المسئولين والناس والحدوتة افضل معاملة لما حصل لقدر الله لعيب حميوت جات له الاصابة في الزايدة او الشكوى كانوا على طول مسئول النادي الاهلي موجودين واتطمنوا وراحوا وكل شيء وعمل عمليات جراحية وسافر بسلامة الله الى بلده معزز مكرم وكل الناس دعت له بالسلامة بداية من مسئول الاهلي من كلر من الناس كلها يعني كل الاحترام والحب انا ما مش من نوع اللي بحب بقى ايه الكلمات الانشائية والعلاقات التاريخية لانه ده موضوع مش محتاج ان احنا نقوله افهم انه في بعض الغيرانين انه النادي الاهلي بيوصل ست مرات من سبع النهائي بيفوز بمرتين بيوصل اربع مرات متتاليين انه قريب جدا يفوز بالوطولة بامر الله سبحانه وتعالى فيكونوا يعني اه بغضبانين ويحاولوا انه هما يوقعوا موجودة في كل حتة يعني صناع الفتنة موجودين في كل العالم وفي كل المجالات وخاصة مجالنا الرياضي لكن لا افهم انه واي على فكرة اي سلوك خطأ انا برفضه تماما يعني لكن لا افهم انه حاجة تفهى بسيطة مخدتش ثانية ولا مخدتش عشرة خمستاشر عشرين تلاتين ثانية دقيقة يا سيدي لا فيه ضرب ولا فيه مش عارف ايه ولا فيه بتاع ايه وانت عارف اصلا اللي بدخل الستاد من فاش يدخل غير بالزازة البلاستيك يعني ويعني فيش حاجة مؤزية ولا حاجة ولا محتاجة ولا يحزنون يعني لكن البعض بقى عايز يعملها دوامة خدوا الدوامة بقى عندكم بمنتقى الامانة يعني انت حضرتك في البعض عايز يعملها دوامة خدها عندك انت الاهلي مركز اول مراضي والاهلي لن يسمح بسيناريو البطولة السابقة اللي انا الحقيقة حصل خلاف بيني وبين بعضا من مسؤول النادي الاهلي على طريق التناولهم في البداية وانتقطت البيانات الكتيرة اللي ملهاش لازمة اللي شتتت الجميع مجلس ادارة وجماهير ولعبين ودخلنا في الدوامة دي وحقول لك كمان شوها في اخبار الحصرية ايه النادي الاهلي مجلس ادارة ولعبين مش فاضيين لقضايا جانبية مش فاضيين يردوا على سوشيال ميديا اصلا مش عارف مين رمى ازا ستين بلاستك فاضيين اصلا حسين الشاحات وهو طالع كان مش عارف ايه وهحكي لك قصة حسين اصلا مش عارف مين عمل ايه في المدرجات مش فاضيين للكلام الفارغ ده النادي الاهلي مركز فقط انه يعود بالكأس من المغر ولو جماير النادي الاهلي اللي بحييها في المدرجات مبرح بحييها بمعنى بحييها اولا انت ذكر خلصت في ثلاث ثواني سنين تشجيع من قبل المباراة في وسط المباراة في اخر المباراة مساندة غير عادية لكن اللي انا عايز اقولولك انه جماير النادي الاهلي اللي كانت في المدرجات ودي دورها تمام انتهى انه جماير النادي الاهلي عبر السوشيال ميديا وده دورها بدأ ازا ما كنتش حضرتك مساند ومؤازر ومناصر ومؤيد ايه بقى ما تكتبش بعد اذنك يعني خلينا نوفر اجواء طيبة واجابية خلي اللي ضدك واللي كارهك هو اصلا قاين بدا هو اين بدا هو ما هو ما روش الا ده كل من يكرهك ويحقد عليك على انتصاراتك وبطولاتك ونجاحاتك ما ما روش الا ده انت هتشجعه انت هتسنده هتقدتول اخطاء كلر واصله غير متاخر وغير بقى انت بقى رأفة النية وبنتفق وبنختلف فيها كلنا لكن حضرتك دورك دلوقتي هو المساندة لا بقول لك طبل ولا بقول لك غني ولا لا بقول لك ساند ساند ثقة علي معلول بصة بصة غلط كل المدافعين في العالم بيبصوا غلط مين طلع طلع غلط مين شت شت غلط مين ضيع انفراد في الدنيا كلها بتحسن نهاية كاس العالم فرنسا والارجنتين الراجل مواجم فرنسا في الوقت الثانية الاخيرة من الوقت الاضافي اضاع انفراد مية في المية لو دخلت لا فازت فرنسا ببطولة كأس العالم لكن وضيعها وركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب الارجنتيني وفاز ببطولة كأس العالم هي دي كرة القدم في العالم فما تجيليش على واحد بيشتت كرة ما طلعتش كويسة ولا واحد بيبص كرة قطعت عادي ما دي كرة قدم يعني واتخلقت ليه كرة القدم كانوا عاملوا بالبليستيشن ونلعب بليستيشن وخلاص فدورك المساندة التأييد التشجيع المؤذرة وحقك انك تفخر بناديك انه على الاقل كل سنة في الفاينل ما فيس سنة خزلك حتى السنة دي لما كلنا قلنا خلاص فجئنا كلنا وجئ من بعيده لانها في الفاينل كالعادة وهو ابو ابو افراخي الرسمي وصلة الرسالة يارب تكونوا وصلة الرسالة